السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة معكم سامية من قناة غسطة سامية في وصفة جديدة وفيديو جديد من بعد واحد الغيبة اللي غيبت عليكم في يوتيوب مهم نرجع تنعطيكم واحد الوصفة اللي كتجيز صراحة زوينة بزف اللي هي الفطا اير بحل نفس الشكل ديال بني بطريقة جديدة وسهلة ما فيهم جديك تقطاعوا وتعودوا العجين حتى كتقصح ما كتقدروش عليها في الاخير كتبلي قصحة بزف بكترة ما كتقوا هادوك يجيوا سهلين لزف بقوا معي باش نتعرفوا لطريقة والمقادر وما تنسو شبار ترجيوا لفيديو وخلي واحد لايك بالنسبة للمقادر لدينا الدقيق لدينا الحليب جوج فاني سكار والخميرة بيضة قبصة الملحة ومعلقة كبيرة ديال الزبدة بالنسبة للمقادر بالتدقيق نخليهم لكم في صندوق الوصف باش يبقوا عندكم محتفظين بهم سافيك انا خدك معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية نضيفها معلقة كبيرة ديال السكار ونضيف لديك الحليب ونتدفه واحد شوية ونخلطه مع ذلك الخميرة والساندة حتى تتفعلي ذلك الخميرة واحد شوية ونضيفها هنا نعمل عند لدينا العجانة لا تخفض العجانة موجود على جدوسات الفاني ونحن لدينا أخرى وانتقى دعوترا لدينا نعدرها مع الخميرة ونضيفها مع المكونات وننضيف فقط نجيز ديال فورية لأنك تنجم تنظيف المكونات سوف نحصل أخفيفها في الإجانة سوف ندوم المكونات بسيجة وبعد نحصل على ربطة المكونات وعدتها بأنها تكون لعينة بدرجة حرارة المطبخ تكون أخفيفة سوف نحصل على ربطة المكونات إذا لم يكن لديه مشكلة لديها قدlayت نفس النتيجة سوف نحصل على هذا القوام يجب أن ينسخ أيضاً وكيف تنسخ اصدق اليد يعني يكون قيد تلصقي واحد يمكن نرطب وجامع راسق سوف ندهنها كواحد البولب في ايدي الزيت النباتية ونغطي على ذلك العجينة ونخليها تختامر يعني إذا برج وصخناها يعني 20 دقيقة ماكسيما من الساعة لا تتعطي لشك تلقوها خمرات كنشدها ونطلقها في ايدي الضقيق بحل هكا على شكل مهم كنطلقها كما شتو السمك دي لها غلي ود واحد شوية ما يكون شرخيخة بزاف وما يكون شغلة كثير من القياس وصفوك نقطع لها الجواني باش نقضها وقال ناخد قطعة دي البيتزا أو الغيموس مهم هنا أنا كنصور في نفس الوقت كان قطع يعني ما كنتش مركزة مع التقطع مزيان مهم بالنسبة لتقطع هنا راه قطعتهم اغلاد شوية يعني العرض دي لهم خصو يكون رقيق غلي تشوفوا معي في الاخير شوفوا بحال دك الشارية الاخير في حال هكا خصو يكونوا يكون رقيق ارقاقين يعني أنا كما وقتلكم مع تصوير هاد الانعجينة اللولة والطريف اللول كانت نصور في نفس الوقت كان قطعتهم مقدم سوف يكون من حتى التليفون وقطعتهم رقاقين انتم لا تشوفوا معي السمك دي لهم كما أقول لكم العرض دي لهم خصو يكون رقيق بحال هكا باش كي يطيبوك يجيوا رقاقين وطوال مهم نتمنى الفكرة تكون واضحة سوف نخليهم يخبرون المرة الثانية من بعد كان ناخدهم قيلة كنرط فيها زيت سخن ما تسخنش بزاف بزاف بشي إلا سخنات بزافيك تحطو فيهم الفطائر دي لكم كيتحرقوا في الساعة وما كيتطيبوك من الداخل يعني غير انفوات تسخن واحد شوية تبليكم سخنات سوف نقصوا العافية تحت المتوسط واحد شوية ما مجهداش وما نقصاش بزافة بشي باش يتنفوه معاكم وصوف يكون لحوالهم هكا الزيت من الفوق هذو هم هذوك الغلادين اللي كنت لكم درتهم شوية ماشي غلاد يعني عراض يعني كما كنت لكم قطعهم يكونوا ارقاقين باش كي يجوا مستطعيلين وطوال سوف نستمر بنفس الطريقة وانتوما كتقلبوا فيهم سوف يكونوا لكم تحمروا كتقلبوهم من الشيء آخر وصوفي من الاحسن انتوما كتطيبو اللي حطيبتوها وحطيتوها هكا في واحدة من دي لبابي دي ليدين يتشربوا ذلك الزيت وهم كن يشربوا بالزيت ممكن يشربوا واحد شوية سوفي مباشرة من الاحسن تغطسهم مباشرة في سكر سانيدة عاد تخليهم يشوفوا في بابي سوفي المهم أنا يخليتهم حتى تكملت كل الكيمية عاد وجهة هنا سانيدة سوف ندلهم الوجهة هنا سانيدة هذه الشوكرة للدهن بحالها كتكون سايحة هنا في واحد البلاستيك او لفشي بباشرة المهم لا يوجد مشكلة وصفوا ونحلوهم ونقوم بباشرة فيهم حتى يوجد بردات دير آتي كي نجدوا وزار الفطائر هذا مهم نتوشوفوا معي كيف سوف نحلتهم من داخل أريد أن نصور واحد ليد ونخدم واحد ليد لانما كان لدي سيبوغ كي نشد الكاميرا والتليفون فكنت مضطرة لأنني أخدم واحد ليد ونصور واحد ليد سوف أنتم محلتهم معكم شوفوا معي يجبون مقطنين ويجبون خاوية من الداخل صراحة يجبون رائعين سوف أخذتهم بورشيت الشوكرة من الداخل ودارت سانيدة من برا كما كنت أخذتهم هكذا الوجهة لهم ودارت بورشيت الشوكولة ودارت عليهم هكذا خطوط من الفوق صراحة يجبون رائعين بزار البحر صراحة أو الغطة أو المهم يجبون سهلين ونرأت من الفطور سوف نتعلم ولم تكتبون خدمتهم في الآخر سوف أخذواهم فقط وليس من الطوال ونحليلين من المهم نتمنى أن يكونوا وتجربوهم إلى فيديو قادم إن شاء الله أحبكم على خير